بعد اكثر من عام وثمانية اشهر على اقلاقه من قبل ميليشيات الحوثية الارهابية تطلق قناة اليمن اليوم وقعها الاخباري على شبكة الانترنز من جديد ليكون اضافة اعلامية نوعية في ظل التنافس الاعلامي الكبير على صاحة المحلية والعربية وتزامنا مع الاحتفال بالذكرى السابع والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشحبي العام ينطلق الموقع في هذه الاثناء بحلة جديدة ليقدم خدمة اخبارية على مدار الساعة للأحداث الدائرة في اليمن بشكل عام ومركز اضافة الى الاهتمام بالشأن العربي والدولي من خلال النوافذ المتعددة والخدمات الاخبارية الانية بالتقرير والتحليل ونقل الاحداث من موقعها عبر شبكة مراسلين منتجرة على امتداد الوطن ومتابعة كل جديد والتواصل مع المعنيين والمختصين نأمل ان يشكل انطلاق موقع قناة اليمن اليوم رافدا كبيرا للقارئ العربي باعتباره اضافة نوعية للإعلام المؤتمر بشكل خاص والإعلام الوطني بشكل عام ومن محاسن الصدف والجميل في الموضوع انه يأتي متزامنا مع مناسبة عزيزة وغالية علينا جميعا وهي الذكرى السابعة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام هذه المناسبة العزيزة على كل مواطن يمني كون مؤسسها هو الزعيم القائد الرمز الشهيد علي عبدالله صالح الذي كان ولا يزال وسيظل حيا بيننا بقيمه ومبادئه فعلى دربه ماضون وعلى نهجه أيضا سائرون الموقع الجديد صمم بطريقة احترافية وتم ربطه بمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتليجرام إلى جانب خدمة البث المباشر لتسهيل متابعة بث القناة عبر الهاتف ومن أي مكان سيسهم الموقع إلى جانب جميع وسائل الإعلام الوطنية بالجمهورية في استعادة الوطن من قبضة ميليشيات الخوضية والحفاظ على الثورة والجمهورية ومكاسبها الوطنية اشتركوا في القناة